اشتركوا في القناة منوهن بالجهود المخلصة التي يبذلها معاليه لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الحادية والاربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية تحقيقا لتطلعات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لمزيد من التعاون الخليجي في مختلف المجلات واكدا سعادته حرص واهتمام مملكة البحرين بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أشمل بما يعزز من تماسك مجلس التعاون وتحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح مواطني دول المجلس الكرام واشهد سعادة وزير الخارجية بالجهود الملموسة التي تقوم بها الأمانة العامة في متابعة عقد اجتماعات المجالس واللجان الوزارية المتخصصة واللجان الفنية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتأكد من التنفيذ الشامل لقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري الموقر والمساعي التي تبذلها لتوثيق علاقات دول المجلس مع مختلف دول العالم وتعزيز دور مجلس التعاون على الصحة الإقليمية والدولية من جانبه أعرب معالي الدكتور نايف بن فلاح بارك الحجرف عن سعادته بزيارة مملكة البحرين باعتبارها دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون للتنسيق بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية والاجتماعات الدورية المقبلة للجان الوزارية ومتابعة بحث الموضوعات المتصلة بمسيرة التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات وقد أطلع معاليه سعادة وزير الخارجية على نتائج الجولة التي قام بها مؤخرا لعدد من الدول العربية الشقيقة والمباحثات التي أجراها مع قادة تلك الدول وكبار المسؤولين فيها والتي تناولت تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين مجلس التعاون والدول الشقيقة خدمة للمصالح المشتركة معبرا عن تمنياته لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من أوام النماء والتطور والازدهار وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالتعاون الخليجي المشترك وسبل مضاعفة إنجازات ومكتسبات مجلس التعاون لما فيه خير وصالح مواطني دول المجلس والتحضير لاجتماع المجلس الوزاري الموقر كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات التي تواجه مسيرة العمل الخليجي وسبل التعامل مع تداعيتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر